اهلا بكم مشاهدين من جديد اعلنت شركة المنيوم البحرين البا عن ترسية 80 مناقصة باكثر من مليار دولار ضمن مشروع خط الصهر السادس والذي سيضاعف انتاج الشركة الى مليون وخمسمائة الف طن سنويا وقد صرح رئيس مجلس ادارة شركة المنيوم البحرين البا الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة ان اجمالي مناقصات مشروع الخط السادس يبلغ 130 مناقصة والتي سيتم ترسيتها جميعها حتى نهاية صيف العام الجاري وعلىها مش عمومية شركة البا اكد الشيخ دعيج ان الشركة نجحت خلال العام الماضي 2016 في خفض تكاليف انتاج الطن الواحد بنحو 78 دولارا كاشفا عن سعي الشركة خلال هذا العام الى تحقيق الهدف من خفض التكاليف عند 100 دولار للطن الواحد الجادير بالذكر مشاهدنا ان السوق المحلي تستهلك في الوقت الحالي نحو 45% من انتاج شركة البا بينما يتم تصدير نحو 55% الى الاسواق العالمية ومع اكتمال مشروع توسعة بحوله للعام 2019 تنظر الشركة بعمق الى السوق الامريكي والتوسع فيه واستهداف الصناعات التحويلية التي تحتاج الى الالمنيوم لصنع منتجاتها كقطاع السيارات وقطاع الطيران ونبقى في الشأن المحلي حيث انطلقت الى العاصمة في العاصمة المنامة اعمال اجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمدراء العمليات والاستثمار الخاص بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والاسلامية والمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب وقد جمعت الطاولة المستديرة 40 مشاركا من مدراء العمليات والاستثمار من منطقة الشرق الاوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق اسيا اضافة الى مناطق جنوب اسيا واسيا الوسطى وافريقيا وذلك لبحث سبل واستراتيجيات تطوير ونمو الاستثمار للمؤسسات المالية الاسلامية ويهدف الاجتماع الى بحث سبل تعزيز قدرات المؤسسات المالية الاسلامية وفتح الباب لتبادل التجارب المهنية بين خبراء الصناعة والمدراء التنفيذيين في قطاع استراتيجيات الاستثمار الاسلامي المتخصصة في الاصول والقطاعات المختلفة عندنا الان حضور من اكثر من 11 دولة من المنطقة او خارج المنطقة والهدف كما قلت هو ان نجعل تشاور وتشارك خبرات بين المؤسسات المالية الاسلامية كما تعلمون هناك بعض المناطق وبعض الدول عندها خبرات كبيرة في الخصوص في الصيرفة الاسلامية وكيف يجعل الصيرفة الاسلامية تساعد في نمو الاقتصاد الحقيقي سجل التمويل الاسلامي معدلات نمو قوية في العديد من الدول على مستوى العالم لتصلا الى نسبة 100% او 50% في بعض الاحيان ما يحتم علينا المضي قدما في تعظيم فرص الاستثمار في العمل المصرفي الاسلامي واستكشاف قطاعات استثمارية واعدة لتشمل مشاريع تطوير البنية التحتية بالشراكة مع الحكومات اضافة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية بغية احداث ثورة حقيقية في صناعة الصيرفة الاسلامية على مستوى المنطقة والعالم والان مشاهدين نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل اطلاق اول مدينة ذكية في المغرب بقيمة اجمالية قدرها 10 مليار دولار نواصل النشرة مشاهدينا من اداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث اغلقت السوق المالية السعودية عند مستوى 6832 نقطة من خفاض النسبة 1.1% مثل ما هو موضح طبعا متأثرة بتراجع عداء اسهم قطاعات التأمين والاعلام والتجزئة الاغذية فيما سجلت مؤشرات بورصات ابو ظبي ودبي وقطر تراجعا تجاوز حاجز النصف نقطة مئوية فيما كانت بورصة الكويت صاحبة المكاسب الاكبر بارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة فقط الاثنين بالمئة بفضل الطلب الكبير على اسهم القطاع الصناعي والخدمات الاستهلاكية اما بالنسبة مشاهدين لأداء بورصة البحرين فقد اقفل المؤشر العام عند مستوى 1367 نقطة بارتفاع بسيط نسبته 0.9% مقارنة باقفاله يوم الثلاثة وقت داول المستثمرون في بورصة البحرين 8 ملايين و160 ألف سهم بقيمة قدرها مليونين وخمسمائة ألف دينار تم تنفيذها من خلال 96 صفقة وركز المستثمرون تعاملاتهم على اسهم قطاع البنوك التجارية والذي بلغت قيمة السهم المتداولة مليون وخمسمائة وتسعين ألف دينار أي ما نسبته 62% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة